يعني فكرة إن الناس اللي بتحب الشتاء والناس اللي بتحب الصيف والمشاكل اللي بتحصل على مواقع تواصل اجتماعي دي دي مشاكل حقيقية فيه ناس فعلا حالتها المزاجية ما يبقاش الموضوع خاضع لحر وبرد وأجازة ومش أجازة لأ حالتها المزاجية بتتأثر فعلا بالكامل ده حقيقة يا فنة إحنا أكتر عامل في تغير الفصول بيؤثر على حالتنا المزاجية هو مدى تعرضنا لأشعة الشمس كلما زادت فترة تعرضنا لأشعة الشمس كلما كانت حالتنا المزاجية أفضل في الأعام طبعا هناك استثناءات لأي حالة بينما كلما اختفت الشمس كلما زادت الفرصة إن مزاجنا يبقى سيئ لدرجة في بعض البلاد والحمد لله مصر مش منها اللي في الشتاء الشمس بتختفي تماما عندهم مرض اسمه الاكتئاب الشتوي الشديد بيصابوا بحالة شديدة من الاكتئاب عدم القدرة على العمل عدم القدرة على التفاعل مع الآخرين تصل في بعض الأحوال إذا لم يتم التدخل للعلاج إلى أفكار انتحارية وبعد الشر قد يؤدي ذلك إلى الانتحار وعلاج تلك الاترابات في البلاد دي هو التعرض لأشعة الشمس طبعا ما فيه الشمس فعملوا ما يطلق عليها شمس صناعية عشان يخففوا الحكاية دي طب كان دايما فيه سؤال ديوت رحجل هي حاجة بتفرز يعني في المخ لا علاقة ولا صحيح فان لا بلعكس كلام علمي سليم هو أشعة الشمس بتعمل إيه داخل جهازنا العصبية هي أشعة الشمس بتنشط حاجة اسمها الخلايا المسؤولة عن إفراز المواد الكيموية المسؤولة عن حالتنا المزاجية من أهمهم اتنين مهمين جدا وبتالي السادة المشاهدين ممكن يكونوا مجتمين بالحكاية دي مادة اسمها السريتونين ومادة اسمها الدوبامين دول احنا بناخدهم لاتنين من الشوكولاتة ايه؟ بنأكل شوكولاتة خدعة عملتها مصنع للشوكولاتة عشان الناس تأكل شوكولاتة هذا ليس حقيقيا الشوكولاتة اللي هي مطلعة عليها المادة الصانعة للسريتونين اللي فيها لا تمتص ولكن أكل الأشياء السكرية الممتعة اللي في طفولتنا كانت بتجيب متعة هي في حد ذاتها ممتعة اللي كليس على علاقة بالسريتونين أكتر حاجة هي التعرض لإشعة الشمس فعلا هي اللي بتجيب كده ولكن للأسف في بلدنا بقى لو الشمس خارقة طبعا التأثير السائل للشمس هيبقى أقوى من تأثيرها على الحالة المزاجية الحاجة اللي بفعلا بتنشط بقى إفراز هذه المواد الكيميائية حقيقة والممارسة اليومية للرياضة الخفيفة يعني احنا دايما بنقول للناس اللي هم عرضة للإكتئاب أو اللي عاوزين حاجة المزاجية تبقى أفضل المشي نص ساعة يوميا بانتظام بيؤدي إلى زادة إفراز مادة السريتونين ومادة الدوبامين الحاجة التانية هي ما نطلق عليها الرضا ثقافة الرضا والتسليم بأن دايما ربنا كاتب لنا حاجة احنا مش شايفينها احنا دايما بنستخدم في الطب النفسي دلوقتي قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر إن ما تراه سيئا الآن قد يكون له معنى جيدا أنت مش شايفه دلوقتي صحيح فتقبل المصاعب وتقبل بالسميع الكد ده شيء مهم جدا الحاجة التالتة هي الأكل الصحي وليس الغرض منه زادتنا سريتونين ولكن الأكل الصحي ويكون حالتنا الصحية جيدة ده بينعكس على جهازنا العصبي وبيؤدي إن كل مواد الكيموية بتاعتنا تبقى في مستوى سليم بيجعلنا نستطيع مقاومة كروب الحياة والضغوط وحتى التغيرات الفصلية أو المرسمية سقف التوقعات كمان يا شازلي؟ تفتكر؟ ممكن برد سقف التوقعات لما الناس بتبقى عندها سقف توقعات عالي جدا ممكن يؤثر؟ طبعا بيؤدي إلى إحباط لو أنا سقف توقعاتي أكتر من قدراتي أو أكتر من الواقع سيؤدي إلى إحباط لو أنا بقى عرض المرض الاكتئاب ده هيجيب لي مرض الاكتئاب لكن ليس كل إنسان بيصاب بالاكتئاب بسبب ذلك الحاجة المهمة جدا اللي احنا اكتشفناها فعلا هي إن كلما كانت حياة الإنسان منظمة ومجدولة وعنده روتين يومي واضح كلما قلت تعرضه لضغوط الحياة ومرض الاكتئاب طيب وحادك بتكلم بس عن تأثير الشمس هل المسألة متعلقة بتأثير الشمس كشمس يعني بإفرازات زي ما حادك ذكرت ولا المسألة مسألة إن إحنا ما نتعرضش للظلان فالبعض بيقول لك ممكن نقعد في أماكن فيها إنارة بالنسبة لفترة الليل فده ممكن يقلل شوية من تأثير غياب الشمس إحنا دائما طبعا الأبحاث دي تعملت أكتر في الدول اللي فيها الشمس فعلا بتختفي حقيقة إن الشمس الطبيعية لا شيء يقارن بها ولكن في حالة عدم تواجد الشمس الطبيعية فالتعرض بس بشيء الإضاءة العادية إضاءة معينة بمستويات حاجة اسمها موجات معينة بنحاول نخلق ما نطلق عليها شمس الصناعية عشان ده بيزود إفراز مادة السيريتونين والتوبامين في الموخ ده حقيقي طب عامة في مصر هل إحنا نستطيع إن إحنا نقوم بأشياء أو حاجات تقلل من تأثير تغير والفصول والتغير الجو علينا؟ آه من أهمها أقول لك بحثة عملته جامعة هارفرد إيه أكتر حاجة بتساعد الإنسان على مدار حياته على التغلب على ضغوط الحياة وعدم بعد كده إصابته بأمراض الخلق والتغطر والاكتئاب الصخبة الجيدة كلما كان الإنسان محاطر بأصدقاء جيدين يستطيع أن يقعد معهم بيمطلق عليه إيه؟ ريلاكست على طبيعته وبيفطفته مع بعض كلما كان أكثر حماية من الإصابة بهذه الأمراض رقم اتنين إحنا قلناها اللي هي الإيمان بالقدر والإيمان بوجود خالق دائما يصنع الخيل للإنسان رقم تلاتة اللي إحنا برضه قلناها اللي هي الحقيقة إيه؟ ممارسة الرياضة الخفيفة يوميا